السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان العالم بين الحربين العالميتين الجزء الثالث والآن أعزاء الطلاب هيا بنا لنستعرض أهداف درس اليوم في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على ما يلي أولا أن يعدد الأزمات التي تعرضت لها ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ثانيا أن يذكر النتائج المترتبة على معاهدة لوكارنو عام 1925 ميلادية ثالثا أن يوضح أساليب هتلر في تنفيذ سياسته النازية درس اليوم الكتاب المدرسي صفحة 17 إلى 21 عزيزي الطالب هيا بنا قبل أن نبدأ في درس اليوم نسترجع بعض ما سبق دراسته في الدروس السابقة انقسم العالم بعد الحرب العالمية الأولى إلى تكتلات سياسية ثلاثة هي أولا الكتلة الديمقراطية والتي مثلتها كل من دولة بريطانيا ودولة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ثانيا الكتلة الدكتاتورية والتي مثلتها إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية واليابان التي كان يحكمها الحزب العسكري ثالثا الكتلة الشيوعية والتي مثلت في الاتحاد السوفيتي أيضا فيما سبق قمنا بدراسة الإجراءات البريطانية التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمواجهة الأزمات الداخلية بعد الحرب العالمية الأولى ومن هذه الإجراءات أولا تقوية أواصر الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا قامت الحكومة البريطانية بإعادة فتح أسواق جديدة وسط أوروبا أمام التجارة الإنجليزية ثالثا قامت بتخفيض النفقات والمرتبات رابعا عملت على زيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة إلى بريطانيا والآن أبناء الطلاب هيا بنا لننتقل إلى أهداف درس اليوم الهدف الأول أن يعدد الطالب الأزمات التي تعرضت لها ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ثالثا أحوال دولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى أولا السياسة الداخلية لدولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى في الواقع تعرضت دولة ألمانيا للعديد من الأزمات عقب الحرب العالمية الأولى ومن أبرز هذه الأزمات الأزمة العسكرية حيث تمرد الجيش على القيصر ويله المثاني وطالبوه بالتنازل عن العرش أما عن الإجراء الذي اتخذته دولة ألمانيا في مواجهة هذه الأزمة فقد تنازل القيصر ويله المثاني عن العرش في نوفمبر عام 1918 أما عن الأزمة الثانية فهي الأزمة السياسية والتي أدى إليها انتشار مبادئ الشيوعية بين عمال المصانع الألمانية بل بين الشعب الألماني بشكل كبير كيف واجهت ألمانيا هذه الأزمة؟ سعد دولة ألمانيا نحو تحقيق قيام جمهورية ألمانية ديمقراطية على أسس حديثة أما عن الأزمة الثالثة التي واجهت دولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى فهي الأزمة الاقتصادية حيث تدهورت العملة الألمانية بشكل كبير وذلك نتيجة للتضخم الذي حدث في الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الأولى كيف واجهت ألمانيا هذه المشكلة؟ قامت الحكومة الألمانية بإنشاء بنك مركزي وتحصلت ألمانيا على قرض من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوم بحل مشكلة التضخم الذي أدى إلى تدهور العملة الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى أيضا شاهدت السياسة الداخلية لدولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى تغيرا كبيرا حيث صدر الدستور الألماني الذي دعم الوحدة الوطنية والقومية لألمانيا وقد أقرت الجمعية الوطنية والمعروفة بالرايخ استاج الدستور الجديد والذي منح لألمانيا دستورا ديمقراطيا يدعم الوحدة الوطنية والقومية ويدعم قيام حكومة على أسس ديمقراطية جديدة وكذلك شهدت الأوضاع الداخلية لدولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى تغيرا اقتصاديا نحو الأفضل إذ تطور الاقتصاد الألماني بشكل كبير بعد الحرب العالمية الأولى الأمر الذي ترتب عليه ما يلي أولا ارتفاع أجور العمال ثانيا تحسن أحوال الطبقة الوسطى في المجتمع الألماني ثالثا استعادت الصناعات الألمانية الحربية مكانتها من جديد وبدأت ألمانيا في إنتاج الدبابات والطائرات والسفن وذلك استعدادا لمعركة التحرير أو لمعركة قادمة قد تحدث عما قريب وهكذا وصلنا معا إلى ختام الهدف الأول أجب على هذا السؤال عدد الأزمات التي تعرضت لها ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى الإجابة هي أولا الأزمة العسكرية والتي تسببت بسبب تمرد الجيش الألماني على القيصر والهلم الثاني وانتهت باستقالة القيصر وتنازله عن العرش ثانيا الأزمة السياسية والتي حدثت بسبب انتشار مبادئ الشيوعية بين ربع كبير من العمال ثالثا الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى تدهور العملة الألمانية ولكن سرعان ما تداركت الحكومة الألمانية هذا الأمر باقتراضها قرضا من الحكومة الأمريكية أدى بعد ذلك إلى انتعاش الاقتصاد الألماني شيئا فشيئا ما النتائج المترتبة على تطور الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الأولى؟ أولا ارتفاع أجور العمال ثانيا تحسن أحوال الطبقة الوسطى ثالثا استعادة الصناعات الحربية الألمانية مكانتها من جديد وبدء ألمانيا في إنتاج الدبابات والطائرات والسفن الهدف الثاني أن يذكر الطالب النتائج المترتبة على معاهدة لوكارنو عام 1925 ميلادية أما في جانب السياسة الخارجية لدولة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى فقد سعت العديد من الدول الأوروبية لتطبيع العلاقات من جديد مع دولة ألمانيا التي خسرت الحرب العالمية الأولى لذلك تم توقيع معاهدة لوكارنو عام 1925 والتي كان أطرافها كلا من الدول الآتية أولا دولة فرنسا ثانيا دولة بريطانيا ثالثا دولة بلجيكا رابعا دولة إيطاليا خامسا دولة ألمانيا إذن تم توقيع معاهدة لوكارنو عام 1925 ونصت هذه المعاهدة على ما يلي أولا اعتراف كلا من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بالحدود القائمة بينهم ثانيا عدم استخدام القوة فيما بينهم أما عن النتائج المترتبة على معاهدة لوكارنو عام 1925 ميلادية فهي ما يلي أولا قبول عضوية دولة ألمانيا في عصبة الأمم عام 1926 ثانيا انتهاء احتلال أراضي الراين في موعد أقصى 1930 ثالثا مطالبة ألمانيا باسترداد أراضي إقليم السار الذي سيطرت عليه فرنسا حق انتفاع لمدة 15 عام للاستفادة من مناجم الفحم الموجودة فيه وذلك كتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الأولى والذي تسببت فيها دولة ألمانيا وهكذا أعزاء الطلاب وصلنا إلى ختام الهدف الثاني لذا أجيبوا على هذا السؤال ما النتائج المترتبة على معاهدة لوكارنو عام 1925 ميلادية الإجابة هي أولا قبول عضوية ألمانيا في عصبة الأمم عام 1926 ثانيا مطالبة ألمانيا باسترداد أراضي إقليم السار الذي كانت قد سيطرت عليه فرنسا بحق انتفاع لمدة 15 عاما ثالثا انتهاء احتلال أراضي الراين في موعد أقصى عام 1930 الهدف الثالث أن يوضح الطالب أساليب هتلر في تنفيذ سياساته النازية ظهور النازية نتيجة للعديد من الظروف التي مرت بها ألمانيا بعد الهدنة التي وقعت عليها من الدول المنتصرة هدنة فرساي والتي اعتبرها الشعب الألماني معاهدة ظالمة أضرت به وبمصالحه فردت عليه من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى فقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من الأفكار والتيارات السياسية في الساحة الداخلية في ألمانيا وكان من أبرز هذه التيارات النازية والتي تعود إلى شخصية أدول في هتلر الذي نجح بعد ذلك في تأسيس الحزب النازي وفي حكم ألمانيا والتي كانت تؤمن بتفوق الجنس الألمانية على غيره من الأجناس وضرورة عودة المستعمرات الألمانية والإمبراطورية الألمانية إلى سابق عهدها قبل الحرب العالمية الأولى وقبل توقيع اتفاقية فرساي أما عن الأهداف والأفكار التي استند إليها أدولف هتلر في تطبيق نظريته النازية هي أولاً إلغاء معاهدات الصلح وإرجاع المستعمرات الألمانية كما كانت وعودة ألمانيا إمبراطورية كما كانت قبل الحرب العالمية الأولى وبذلك تستطيع ألمانيا أن تكون قوة تقف في وجه العالم أجمع كما كان يرى أدول في هتلر ثانياً تأسيس جيش وطني قوي من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة في مواجهة الدول التي تعترض على عودة الإمبراطورية الألمانية ثالثاً اتحاد الألمان في دولة واحدة دولة مركزية تستطيع أن تحقق حلم الإمبراطورية الألمانية التي كان يحلم به أدولف هتلر وقد قام أدولف هتلر باستخدام العديد من الأساليب لكي يستطيع تنفيذ سياساته النازية ومن هذه الأساليب ما يلي؟ أولاً تنظيم الشباب وتعليمه على أساس النظرية النازية القومية العنصرية وذلك ليخلق جيلاً جديداً مؤمناً بنظريته النازية مؤمناً بتفوق الجنس الألماني على غيره من الأجناس الأخرى ثانياً السيطرة على الجيش النظامي الألماني وذلك ليحقق مآربه وأغراضه التي كان يريد تحقيقها بنظريته وبسيطرته ثالثاً توحيد السياسة الاقتصادية للدولة الألمانية رابعاً القيام بحركة تطهير واسعة في ألمانيا قضى فيها على جميع خصومه المعتدلين من أعضاء حزبه والمعارضين له ولسياساته من المجتمع الألماني خامساً التخلص من الزعماء الوطنيين وإلغاء الأحزاب السياسية لتكون دولة الفرد الواحد والحزب الواحد كما كان يريد أدلف هتلر وبذلك نكون وصلنا إلى ختام الهدف الثالث لذا أجب على هذه الأسئلة وضح أساليب هتلر في تنفيذ سياساته النازية الإجابة هي أولاً تنظيم الشباب على أساس النظرية النازية ثانياً السيطرة على الجيش الألماني ثالثاً توحيد السياسة الاقتصادية لدولة ألمانيا رابعاً القيام بحركة تطهير واسعة في ألمانيا شملت المعتدلين من أعضاء حزبه رابعاً التخلص من الزعماء الوطنيين في ألمانيا وإلغاء الأحزاب السياسية والآن أبناء الطلاب هيا بنا لنستخلص أهم ما ورد في هذا الدرس أولاً الأزمات التي واجهت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وكيفية مواجهتها أما عن هذه الأزمات فهي الأزمة العسكرية والأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية أولاً الأزمة العسكرية حدثت بسبب تمرد الجيش الألماني على حكم القيصر وطالبوه بالتنازل عن العرش كيف واجهت ألمانيا هذه الأزمة؟ تنازل القيصر ولهلم الثاني عن عرشه في يوم التاسع من نوفمبر عام 1932 وثمانية عشر أما عن الأزمة السياسية فقد حدثت نتيجة انتشار المبادئ الشيوعية بين العمال في المصانع وقامت الحكومة الألمانية مواجهة لهذه الأزمة حيث سعت نحو قيام جمهورية ديمقراطية حديثة أما عن الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى تدهور العملة الألمانية بسبب كثرة التضخم فقد واجهتها الحكومة الألمانية بإنشاء بنك مركزي ألماني وحصلت ألمانيا على قرض من الحكومة الأمريكية ومن الشركات الأمريكية أدى ذلك إلى رفع الاقتصاد الألماني شيئا فشيئا حتى أدى إلى تقدمه وتطوره ما النتائج المترتبة على تطور الاقتصاد الألماني عقب الحرب العالمية الأولى نتج عن ذلك ما يلي أولا ارتفاع أجور العمال ثانيا تحسن أحوال الطبقة الوسطى ثالثا استعادت الصناعات الألمانية الحربية مكانتها من جديد وبدأت ألمانيا في صناعة الدبابات والأسلحة المتطورة معاهدة لوكارنو عام 1925 ميلادية أطراف المعاهدة بريطانيا ودولة فرنسا بلجيكا دولة إيطاليا ودولة ألمانيا أما عن نصوص هذه المعاهدة اعتراف ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بالحدود القائمة بينهما ومنع الصدام المسلح فيما بينهم ونتج عن هذه المعاهدة ما يلي أولا قبول عضوية ألمانيا في عصبة الأمم عام 1926 ثانيا انتهاء احتلال أراضي إقليم الراين في موعد أقصى 1930 ثالثا مطالبة ألمانيا باسترداد أراضي إقليم السار التي كانت فرنسا قد سيطرت عليها بحق انتفاع لمدة خمسة عشرة عاما أفكار وأساليب هتلر لتحقيق سياسته النازية أولا أفكار هتلر إلغاء معاهدات الصلح ثانيا تأسيس جيش وطني ثالثا اتحاد الألمان في دولة مركزية واحدة أما عن أساليب هتلر فهي تنظيم الشباب على أساس النازية ثانيا السيطرة على الجيش الألماني ثالثا توحيد السياسة الاقتصادية لدولة ألمانيا رابعا القيام بحركة تطهير واسعة في ألمانيا شملت أعضاء حزبه خامسا التخلص من الزعماء الوطنيين وإلغاء الأحزاب السياسية وهذا عزيزي الطالب ملخص سريع لأهم ما وارد في درس اليوم سياسة ألمانيا الداخلية حيث واجهت ألمانيا عدة مشكلات العسكرية والسياسية والاقتصادية أما عن سياستها الخارجية فقد تمثلت في توقيع معاهدة لوكارنو عام 1925 وظهور النازية وترحيب الألمان بأفكار هتلر النازية وهكذا أبناء الطلاب وصلنا إلى ختام درس اليوم لذا يجب عليكم أن تجيبوا على هذا السؤال عدد أهداف هتلر المستندة إلى نظريته النازية أبناء الطلاب يجب أن تكون الإجابة كذلك أهداف هتلر المستندة إلى نظريته النازية هي أولا إلغاء معاهدات الصلح وإرجاع المستعمرات الألمانية ثانيا تأسيس جيش وطني قوي ثالثا اتحاد الألمان في دولة مركزية واحدة ونهاية أبناء الطلاب لا تنسوا الدخول على تطبيق Microsoft Teams وذلك للتواصل مع معلم الصف لمناقشة الدروس والإجابة على جميع استفساراتكم وأسئلتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته